مبادرة فضل الجائحة مبادرة جيدة لأنه كالتوخات قديمة دعم المساعدة العديد من الأوسار للأسف في القاترة سها فضعية كارتية منجرأ الجائحة ومنجرأ صعوبة الوصول البلوغ ديال سوق الشغل إلا أنه بالنسبة لهذا المشروع والصراحة صراحة ما تحددش على مئتين وخمسين ألف منصب شغل تحددش على فرص ديال الشغل بمعناه نحن في الآن نحن في المرحلة اللي ما عندوش نفس طويل المعالجة هيك اللي ديال 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 ديالسوق الشغل وبالتالي المنظمة ديال أوكسومة تعتبر على أنه إن كان المواضرة جيدة وكيما قلناك التوخل الموساعدة ديالعديد من الأوسار إلا أننا عندنا جهة ملاحظات هيكالية لها الملاحظة الأولى كانت نصب على أنه هذا البرنامج تعتقد انطلاقة دياله في غياب رؤية وفي غياب فهم فلسافة كيف يتنهض بسوق الشغل وكان أعتقد أنه هذه هي المسألة الأولى اللي خاصة للحكومة وخاصة للوزين مسؤول القطاع ديال التشغيل على أنه يعطي شنه هي الرؤية كيفاش يندرج هذا البرنامج في أي صيغة إلا غير دياله كيفاش غد يتم تنزيل ديال هذا الرؤية الملاحظة التالية هو آلية الحكامة آلية الحكامة كيفما كتعرفوا لأنه الحكومة الحالية كتشكن ديال الأحزاب اللي كانت تواجد ربما في كل الهياكل اللي يلدون الآن على مستوى الجهات على مستوى الجامعات الترابية فكون هذا البرنامج يتعطى لنفس المؤسسات اللي كتهي من عليها الثلاثة ديال الأحزاب كان خشاو على أنه تكون عنده تداعية سيلبية في تنزيل دياله وبالتالي تقوله على أنه ضرورة على أنه المجتمع المدني وهي أخرى مدنية اللي يمكن تواكبها التنزيل حتى ما تشوبوش شوابئي باللي تخلي للأسف أنه يمكن ترتب عليه شيئة أخرى غير حامدة إحنا في أوكسفام كان نوهو بمجهودات ديال الحكومة وبالجواب ديال الحكومة على المشاكل ديال تشغيل اليوم في المغرب اللي تترجمت هاد الأسبوع بإطلاق برنامج أوراش اللي كيهدف الخلق 250 ألف منصب شغل في عام 2022-2023 ولكن كانت سألوا واحد مجموعة ديال الأسئلة أولا شنو هي الأليات الإجرائية لتنزيل هاد المشروع إلى أرض الواقع ويحنا مازالين في دل جائحة كورونا تانيا شنو هي التزامات ديال الحكومة لضمان خلق فرص شغل مستادامة ماشي مؤقتة لفائدة واحد الشريحة الاجتماعية اليوم اللي كتعاني من المعضلة ديال البطالة وثالثان واش الحكومة اليوم عندها تصور استراتيجي لوضع حلول للمشاكل الهيكلية ديال سوق الشغل وماشي فقط الخلق منصب شغل مؤقتة موسيقى